مرحبا حلقة جديدة من login بلشت وابلش يوم جديد يا رب يحمل كل الخير لكل السوريين وينما كانوا موجودين وانطلاقة اخباري لليوم من الهزة الارضية اللي صارت مبارح وحس فيها اغلب سكان المحافظات مع حالة الهلع والخوف وبتاني اخبار جولة اليوم حنمرأ على بريطانيا ورسالة كراهية صادمة لمساجد عديدة وللمسلمين من بعد كارثة الزلزال اما الختام فحنحكي فيه عن عالم الابليكيشن والابديتس الجديدة وهالمرة على يوتيوب لهيك خلونا نبدأ فورا اول اخبارنا واول login على فيسبوك حالة من الهلع والخوف الشديد باغلب المحافظات السورية وبين السوريين يلي نزلوا على الشوارع من بعد الهزة الارضية يلي شعر فيها سكان مناطق شمال غرب سوريا ووصلت ايضا للعاصمة وتم وصفة بالاعناف هاي الهزة مركزة لواء اسكندرون حسب المركز الوطني السوري للزلازل وكانت بقوة 6.3 درجات حالات عديدة للصراحة من الخوف والقلق بين الناس يلي نزلوا على الشوارع والغالبية ناموا ليلتهم بالحدائق واخرين بسياراتهم وبصراحة وحسب رواد السوشال ميديا سمعنا عن حالات وفاة ولكن هالمرة بسبب الخوف ويلي ترافع مع هاي الهزة وحسب انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوز عديدة رسطت وميض أزرق بالسماء البعض قال عنها اجسام غريبة والبعض الآخر تفاعل كيميائي أما آخرين فنسبوها للزلزال يلي اعتبروه مفتعل ولكن الحقيقة العلمية بتقول انو الأضواء الزرقة بتشبه البرق وهي الظاهرة أربكت للمشاهدين وكتير من الأشخاص والضاربة للآراء والتفسيرات ولكن شو الحقيقة؟ هخبركن بعض العلماء وبسبب تكرار هاي الظاهرة بأكثر من مرة صار فيها زلزال سواء حاليا أو زلازل سابقة فبيقولوا انو ضغط الصخور يلي بتتصادم بيولت شحنات كهربائية تنتقل صعودا على طول الصدوع الجيولوجية شبه العمودية الشائعة بمناطق الصدع ولما بتوصل هاي الشحنات لسطح الأرض بتتفاعل مع الغلاف الجوي وبالتالي بتخلق توهج فما في داعي للتكهنات أو حتى التنبؤات وتخويف الناس بفرضيات تم اختراعها واختلاقها وتناقلها وتهويلها نراكي تنبؤات تاني أخباري وتاني لوج إن على تويتر من وقت ما صار الزلزال الأول من تقريب الأسبوعين وهي للأسف أو دا بحياة الكتار لاحظنا البعض من رواد السوشيل ميديا ما عندهم لا شغلة ولا عملة إلا فاتحين موبايلاتهم وعن بينظروا طبعا مو غلط إنه نرجع القصة لربنا ومو غلط إنه نحن نرجع أساسا ونتوب من أغلاطنا وزنوبنا بس الغلط إنه نجزم جزم قاطع إنه هاي الزلازل بسبب غضب الله علينا لأنه بكفي إعداء الإسلام شو عم بيساووا في الطبيعي إنه نكون نحن مع بعض وفعل ليش عم بيحكي هيك لأنه الكره الموجه للإسلام والمسلمين تخطى المعقول فبرسائل لا إنسانية اتلقاهن مسجدين بالعاصمة البريطانية لندن رسالة كراهية صادمة ضد المسلمين يلي راحوا ضحية الزلزال الكارثي ومن بعد غضب كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي يلي استنكروا بجدة الإسلاموفوبيا أو التحامل والكراهية ضد الإسلام والمسلمين وخصوصا بمثل هذا الوقت وبمثل هي الظروف المأساوية الرسالة مفادة تمني من المرسل المجهول بإنه يفقد ملايين المسلمين أرواحهم بالزلزال وفقاً للمقاطع المصورة يلي عم بنشوفها وعم تمرق حالياً الرسالة مكتوب فيها إنه أماني قلبية بالتعبير عن خالص الحزن من المرسل على الأحداث يلي صارت والزلزال ووضح إنه حزنه مانو لفقدان الآلاف من الناس وقال حرفياً أنا فقط أشعر بالأسف بصدق لأنه لم يمت المزيد من المسلمين والأماني نو كومنت ولأي تعليق على كل هذا الكره والعدائية والتحامل خلونا نسمع ونشوف شو صار وشو رد ونرجع موسيقى أحب هذه المشاكل لأننا لم يمتين من المزيد موسيقى موسيقى في الانتظار على هذا المساء لأنه يسعى تلك المساء لنهي أن يكون هذا المساء مفهومي هذا المساء يبقى معه المستقلات الكثيرية الكثير من المساء لمدة 20 أكثر مصرات وليس حقا يجب أن يكون إلى الهدف أكبر وإنما كانت على المساء الهدف على المقلوقات إليس الناس وأنها ستحرك في حالة فيما أننا نحاول أن أساعد للخصوص الناس التي تسألهم الناس الناس التي تسألهم أمانهم أبوانهم والانت أريد أن أقرأ للخصوص التي تسأل هذه الأسر لأنهم يحتاج للساعدة وبالختام حنطلع فيه شوي من أخبار الزلازل والهزات ونتوجه على عالم الأبيكيشنز والأطفال بالتحديد فأعلنت شركة جوجل عن أطلاق تطبيقة الموجهة للأطفال يوتيوب كيتز بنسخة جديدة لأجهزة التلفزيون الذكي ومنصات الألعاب وتطبيق متوفر حالياً لعدد من أجهزة التلفاز الذكي من سامسونج وإلجي وحتى أمازون وغيره نكتار إضافة لمنصة أندرويد تيفي وأبل تيفي وأيضاً حيوصل لمنصات الألعاب ولكن النسخة الجديدة منه حتكون مدمجة بتطبيق يوتيوب الرسمي عبر إضافة خيار جديد ضمن التطبيق للتبديل لواجهة الأطفال والعودة بسهولة لواجهة يوتيوب التقليدية من دون ما نحتاج أن نشغل تطبيق يوتيوب كيتز بشكل مستقل التطبيق بيوفر محتوى ملائم للأطفال بمختلف الأعمار وأيضاً بيتضمن مواد تعليمية وترفيهية والمهم جداً أنه أعدادات التحكم الأبوية موجودة وبيسمح للأهالي بتحديد مؤقت الزمن لمشاهدة اليوتيوب عند الأطفال وأيضاً بيتوقفها التطبيق عن العمل من بعد انقضاء هذا الوقت إضافة لميزات كثيرة مثل تعطيل خاصية البحث وأيضاً إمكانية عرض المحتوى وفقاً لعمر الطفل وغيرهم اكتار ومن المفترض وصولها التطبيق بشكل تحديث جديد على الأبليكيشن الأساسي ليوتيوب بالخلال الأسابيع القليلة يلي جاية موسيقى موسيقى أنا هي كانت حلقتي لليوم وهذه كانوا مجموعة أخبار أكيد بالختام نتمنى الصحة والسلامة والخير لكل السوريين وينما كانوا موجودين ويا رب تعدي هاي الأزمة على خير للكل أكيد معدي معكن بيتجدد بكرة إذا الله رات بنفس التوقيت على شاشة سماء الفضائية ولكن لكل الأشخاص يلي حابين يشاركونا الأخبار أو الفيديوز لتريند يلي عم بيشوفوها على السوشيل ميديا ببساطة بتقدروا تفوتوا على صفحة لوج إن أو حتى على صفحة قناة سماء الرسمية وتشاركونا كل شي بيختار على بالكن أكيد بكرة لوج إن بنفس التوقيت على تلفزيون سماء ومن هلأ لوقتها بلكم بألف خير باي باي اشتركوا في القناة